خلوني اخد هذا التليفون لانه حيساعدني وحيساعدكو كتير في معرفة الكثير عن المعلومات الدكتورة مهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط للاصلاح الاداري مسائل فل يا دكتورة اهلا وصحنا اهلا بحضرتك ان شاء الله كوني بخير يا دكتورة او الحمد لله صوتك كده واضح صوتك هايل دكتورة القصة متعلقة بالداتابيز والتحول الرقمي وفكرة ان احنا اخيرا في مصر بقى عندنا قعدة معلومات وقعدة بيانات يمكن لاي حد سواء صنع قرار سواء باحث سواء مستثمر سواء اجنبي عربي كذا عايز استخدمها هتبقى متاحة قلولي يعني عملته ايه في الوزارة وفي الحكومة علشان ده يبقى متاح هو الحيحنا بدأنا من سنوات كتيرة بس اللي فرق معانا اخر فترة زي ما حضرتك بتقول اه افصاد بقى التشابكات اللي فرق معانا القرار الجهوري اللي السيد رئيس الجمهورية اصداره في الفين وسبعتاشر قرار سواء واحد اللي هو بانشاء المجلس القومي للمجتمع الرقمي المجلس الاعلى المجتمع الرقمي ده مهم جدا وفيه مجلس كمان قبليه اللي هو المجلس القومي للمجتوعات ده برضه في الفين وسبعتاشر القرارين ده جمهوريين ده تفرغوا معانا جدا ان احنا نشتغل في تلاقم وتناصل配ات مختلفة يعني ازاي انا بشتغل مع رقبة الادارية ازاي بشتغل مع الستخص stabbed ازاي بشتغل مع وزارة خلمانية ازاي المزارات كلها بتشتغل مع بعض في اتجاه هدف واحد اللي هو تحول الرقمي لجمهورية المصالة العربية. ده فرق معنا كتير عن السنوات السابقة. لكن حقيقة هي مجهودات. يعني احنا بدأنا يمكن من اوائل الفينات من اوائل الدول اللي تكلمت على قواعد البيانات وازاي تتكامل وتتربط وفي الاخر انت تطلع بمنتج وتطلع بمعلومة بساعد متفس القرار. فرق معنا جدا ان احنا بنشتغل وبقاش بقى في رفاهية الاختلاف ولا في رفاهية للوقت. لكن كلنا فعلا بنجري وبنسبق الزمن ان احنا فعلا في الاخر نساعد متفس القرار بقى في معلومات دقيقة وصحيحة وبقى في حصر دقيقة ومتكامل في مختلف المجالات. طيب طمينين يا دكتورة هل في ربط الكتروني كامل ما بين الجهات والهيات على الاقل الحكومية في مصر بحيث انه قاعدة البعلومات يعني انا اروح وزارة التخطيط اروح وزارة الزراعة اروح وزارة المالية الاقي نفس المعلومة هي هي مش في فروق زي ما كان بيحصل زمان. ده سؤال كويس قوي احنا عندنا مشروع مهم جدا. مشروع اسم محاول الرقم الحكومي. اول جي جيفرمنت وجيفرمنت. ده اللي بيربط الجهات الحكومية ببعض في الباك اند. يعني في المكاتب الخلفية. تمام. يعني حضرتك رايح تحول ابنك من مدرسة لمدرسة. بتروح الادارات تعليمية. ما يصوبش منك شادة ميلاد. قول لا انتو حكومة بقى مع بعض. طب انا ليه بطلب شادة ملب بتاع الطفل. صح. انا بديك نسال بسيط عشان نسهل المواطن. تمام. ما اخنا قصنا ايه. تمام. فاحنا عندنا اكتر من خمسين جهة بتكلم بعض يومين رسائل متبادلة بين الجهات الحكومية بعضها البعض. الرسائل دي مؤمنة. مم. بالكامل عن طريق جهاز الامن القومي. لكن رسائل مؤمنة. الجهات الحكومية بتكلم بعض. يعني عندك السجل التجاري مع الضرائب مع التأمينات. الاحوال المدنية طبعا الرقم القومي المواطن ده اساسي في السجلات. فده يعني اه اه يعني. يعني شاهدنا فعلا تقدم و اه مع الوقت كمان بنشهر التقدم اكتر واكتر. ممتاز. ال ال داتا بيس دي اه يعني حالك قلت انها دلوقتي بشكل متوفر عند المكاتب الخلفية للحكومة بفكرة الجي توجي. وبقى فيه ربط الكتروني و اه ربط مستندي كمان بالمستندات الحكومية والورقية. بالزبط هي عبارة عن بس حضرتك زي بالزبط كده اه اوتوبيس تمام محول. انت احنا بندير العملية دي لكن اه لا نقال على الرسالة. اه مفهول. المتباتلة بين الجهات بعدها البعضين. زي بقولها هي مشفرة. يعني زي 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 البستج زمان اللي هو بين الرسالة بس مفتوح مفتوح. بالزبط كده. بالزبط كده بس قلت وفرق. يعني مثلا حضرتك اهديك مثال برضو ان في مثلا عندي اه مكاتب الصحة خدمة المواليد والوفيات. ايه. عندي اربعة الاف ستمية ستة وستين مكتب صحة على مستوى قمهورية. تمام. انا بقى مش مطبقة اه كمشروع استرشازي على جهة او قطاع. لا ده على مستوى قمهورية بالكامل. مزبوط. بيتم لما المولود بيتولد. تمام? بي على طول الكلام ده بيسمع في الاحوال المدنية. اه. فده بيقلل من الاخطاء اللي بتحصل فيه الاسم والموع اه الاسم بيبقى فادية نادية كل حاجات. صح. طبعا حضرتك عارف الاخطاء. صح. غير كده كمان بيبقى عندي تعداد اه سكاني لحظي. مش مستنى عشر سنين عشان تنزل تعمل تعداد اه عن طريق التعبية العامة والأحسن. مزبوط. اه بيبقى عندك اه معلومات تقدر تعرف القرية دي فيها كم مولود. طب انا محتاج مدرسة محتاج كم مدرسة بعد خمس سنين. محتاج مستشفى محتاج. صح. انت عارف يا دكتورة صح عندك حتى انا جاتت دلوقتي على على ذهني مسألة الربط الالكتروني والوثائق دي حتى على مستوى وزارة الداخلية دلوقتي اتلاغت فكرة الكعب الداير اللي كان المتهم يروح يلف عشان يشوف عنده قضية هنا واللجونة هنا ولا كله دلوقتي يتفتح الكمبيوتر في ثانية يتعرف سجله في كل اقسام ومدريات المحافظات. بالزبط كده. بالزبط كده. ده كمان الوفيات. ع حضرتك البعانات بتاع الوفيات. اه. انت بتبعثها للبريد اوتوماتيك عشان يغلق الحسابات بتاعات المتوفي. بيطلع اعلام الوراثة بشكل اسهل. صح. المعاش ما يتأخرش للوراثة المستحقين المعاش. المولود كمان بيسمع في بطاقة التموين بيسمع في قرامة وتكافل. يعني حضرتك الوفر اللي الدولة فعلا بتحققه المباشر وغير مباشر يعني آآ وفر كبير لحقيقة. آآ ايه اللي جاي في المشروع ده يعني هل احنا كده اتمامنا وآآ. لا طبعا. لا طبعا حضرتك فيه الجهات آآ يعني احنا مستهدفين السنة جي نوصل لمية جهة آآ آآ للربط اللي بيزيد. يعني المواني مثلا بتربط الحوية وهي دخل المينة بتبقى عايزة تعرف سجل التجاري والتأميني والضريبي بتاع الحوية عشان يقلل الزمن آآ الموقف بتاع الحوية في المينة. اللي كل ده آآ بيساوي فلوس طبعا. 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 فانت بتقدم خدمة احسن. آآ آآ السيد الرئيس ازاي ما اطلق آآ البداية بتاعت التحول الرقم من تدين بورسعيد. حفظ بورسعيد. طيب بعد بورسعيد. احنا عندنا المحافظات التانية هيتم فيها ايه? هي زي بقول حيك هي مجهودات كانت متفرقة. صح. اللي بيحصل في الوقت ده علشان كده انت بدأت تحس فعلا بنتائج ان ما نشتغل كلنا في التجاه هدف واحد بشكل منظم. اكتر يعني. صح. وهي في النهاية منظومة مستمرة والمشوار فيها طويل وإحنا مكملين فيه. طبعا. طبعا. آآ وبعدين هي ده تطوير بيبقى تطوير مستمر وهيحكى. طبعا. عند انتقال لعاصمة الادارية. بإذن الله. هنت هتلاقي الحكومة المركزية بتشتغل بشكل يعني شد الحكومة لا ورقية يعني. الورق في الهي. اي جافرمنت او الحكومة الالكترونية زي ما بيقال. بالزبط كده. بالزبط كده. دكتورة غادة انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة وعلى هذا الشرح وان شاء الله يعني فيه نجاحات مستمرة في هذا المشروع وإتمامه لانه حيفرق كتير في حياة المصريين وحيسر الامور وحيسرع الوقت ويختصر مجهود كبير كان بيبذل وحيؤدي الى انجاز العمل سواء بالنسبة للحكومة بشكل اسرع وفي تقديم الخدمات للمواطنين ويخلي المواطنين كمان يقدروا يعيشوا حياتهم بشكل اسهل ويقبلوا على العمل بشكل افضل.